خلينا نروح لزميلنا أحمد عبدالصامد الموجود دلوقتي معانا من سان بيترسبيرج لنقل ما يحدث ويدور ومستجدات القمة الروسية الأفريقية صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتابعونا في صباح الخير يا مصر من مدينة سان بيترسبيرج حيث مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية نتحدث عن قمة يا جمانة تنطلق هذا العام تحت شعار شراكة من أجل عالم متعدد الأقطاب يعني اليوم هو البداية الفعلية لهذه القمة التي من المفترض أن تنطلق في غضون الساعة أو الساعة ونصف تقريبا بوصول القاضة والزعماء والوفود المشاركة في هذه القمة نتحدث عن أكثر من 54 وفد من الوفود الإفريقية والممثل في قادة أو زعماء أو رؤساء وزراء للدول الإفريقية ربما من أهم الملفات وكما كنت أسمع ضيفك الكريمة منذ قليل كان يتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تداعيات أهم هذه التداعيات أزمة الغذاء تحديدا لذلك هو من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش في هذه القمة الأمن الغذائي وكيف سوف توفي روسيا بتعهداتها تجاه الدول الإفريقية في توريد الحبوب والغذاء ومتطلبات الأمن الغذائي في القرى الصمراء تحديدا وربما ذلك يتزامن جمانا مع انسحاب روسيا من صفقة الحبوب أو اتفاقية الحبوب هذه الاتفاقية أو هذا الانسحاب الذي يتضرر منه في المقدمة القرى الصمراء كل دول القرى الصمراء ولا نستثني أحد هنا لأن كما نعلم ربما روسيا هي من أهم الدول الموردة للحبوب تحديدا فإذا ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات التي سوف تناقش وتطرح على طاولة النقاش كما قلت لك سوف تبدأ هذه القمة بوصول القاضة ثم الصورة التذكارية ثم انطلاق المنتدى الروسي الاقتصادي الإنساني الإفريقي الذي يعقد على هامش هذه القمة هذا المنتدى الذي سوف يناقش العديد من التدعيات الاقتصادية والبعد الإنساني لها وبطبيعة الحال سوف نجد أن تعهدات توريد القمح العادل سوف تكون مدرجة على هذه القمة الاقتصادية الإنسانية تحديدا ثم يتم اجتماع روسي بالجانب الروسي مع تكتل نباد تحديدا الذي يرأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالأمس كان هناك اجتماع ثنائي ما بين الرئيس المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسية بلدامير بوتين ربما جمانة يعني بلالة قوة ومتانة العلاقات ما بين البلدين وما بين الزعيمين أيضا بأن الرئيس الروسي لم يلتقي بأحد بالأمس سوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يعكس عمق العلاقات وقوة ومتانة هذه العلاقات ما بين شخص السيد الرئيس ونظيره الروسي وكما نعلم أن كانت هناك علاقات صداقة قوية ما بين الرئيس ونظيره حينما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشغل منصب وزير الدفاع حتى عام 2014 وكيف إنحازت روسيا ودعمت الثورة المصرية التي طالب بها الشعب في الثلاثين من يونيو تحديدا إذن نتحدث عن علاقات قوية وهو ما أكد عليه بوتين خلال لقاءه بالرئيس بالأمس بأن مصر يعني عززت علاقاتها مع روسيا وروسيا عززت علاقاتها مع مصر لمستوى غير مسبوق من قبل وأكد بوتين بأن اتفاقية أو جدوى الأعمال تنفيذ محول الضبع النووي يتم وفقا للتعهدات الزمنية المدرجة في هذه الاتفاقية تحديدا والتي تعكس اهتمام روسيا بإفريقيا بشكل عام وبالأخص مصر في البنية التحتية الكهربائية تحديدا وأيضا هناك تفعيل للشكل الاستراتيجي للعلاقات ما بين مصر من خلال ما تم تنفيذه بمحطة أو بيئة المنطقة اللوجستية الصناعية في قناة السويس هذه المنطقة الصناعية الروسية التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال كل هذه العلاقات تعكس مدى اهتمام روسيا بالجانب المصري وروسيا تعلم جيدا بأن مصر هي بوابة العبور لإفريقيا ونعلم أن روسيا الآن لديها استمالة كبيرة لدى الجانب الإفريقي بعد القيود التي فرضت عليها جراء الحرب الروسية الأوكرانية من دول الغرب وبالتالي روسيا لديها باع طويل في القارة الإفريقية وهي تبني على ذلك الباع الذي أسس ورصخ له الاتحاد السوفيتي في دعم حركات التحرر الموجودة في القارة الصمراء وكانت مصر أيضا مؤيدة لهذه الحركات التحررية لدعم استقلال دول كثيرة من الاستعمار البريطاني وغيره وكانت مصر تدعم ذلك الدول بدعم روسي أيضا إذن روسيا موجودة بالفعل في قلب القارة الصمراء تحديات كثيرة جمانة كما نعلم بأن هذه القمة تعقد كل ثلاث ثانوات وكانت النسخة الأولى لها في سوتي في 2019 وكان يترأس الجلسة الافتتاحية الرئيس الروسي وبجواره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه رئيس الاتحاد الإفريقي في 2019 وبالأمس شكر الرئيس بلاديمير بوتين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه لولاه في 2019 لما كان لهذه القمة أن تخرج له النور ولما كان لهذا التعاون الثنائي المثمر الذي يعود بالخير والنماء والرخاء على شعوب دول القارة والشعوب الروسية نتحدث أيضا عن ملف في غاية الإهمية لم يكن مدرج على طاولة النقاش في 2019 ولكن المتغيرات الجيوسياسية والمتغيرات الإقليمية والدولية فرضته ملف الرعاية الصحية جمانة لأن قمة سوتي لم يكن هناك وباء كورونا وهو وباء ضرب العالم كله بعد هذه القمة تحديدا وخلف تحديات كثيرة في مجال الصحة لذلك هذا الملف من الملفات الهامة التي تنعقد وتناقش في اجتماعات القادة اليوم نتحدث أيضا عن التكنولوجيا ونتحدث عن عالم متعدد الأقطاب يبني سياسة اقتصادية وسياسة دولية عادلة ما بين الدول بعضها ببعض نتحدث عن ملف الدعم وتمكين المرأة والثقافة والإعلام والرياضة كون هذه المجالات التي نطلق عليها القوى النعمة كون هذه المجالات هي مجالات تحقق نوع من أنواع الصداقة المتينة ما بين الشعوب طبعا زميل عزيز أحمد عبدالسامد بنشكرة جزيل الشكر والصورة تتحدث عن نفسها والحقيقة واضح أن تغير المناخي والقبة الحرارية طالت سان بيترزبرج أيضا كما هو واضح في الصورة بنشكرة جزيل الشكر شكرا